أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته جميل أن يعرف الإنسان ما له وما عليه جميل أن يعرف ما عليه من واجبات ما عليه من مسؤوليات وما له من حقوق كثير ما يقع التخليط وهذا يوقعنا في مشاكل عندما لا يعرف الإنسان الواجبات جيدا قد يحمل إنسانا فوق طاقته كيف نسقط هذا الكلام على أسرنا في هذه الأيام خطأ كبير يقع فيه بعض الأزواج عندما يحمل امرأته ما لا تطيق عندما يفرض عليها بشدة أن تكون خادمة لأهله تقضي شؤونهم وتقوم على رعايتهم تعالوا بنا نتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها ونضع تحت كلمة بيت زوجها ألف خط فمسؤولية المرأة في بيت زوجها مجالها في بيت زوجها فعملها الزائد لأهل زوجها تفضل منها وهو عمل خير تثاب عليه وتؤجر من الله تبارك وتعالى لذلك عندما يطلب الإنسان من امرأته لا يكهرها ولا يضغط عليها وإنما يطلب منها برفق يبين لها فعل الخير ما ثوابه عند الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل وفعلوا الخير لعلكم تفلحون ألم تحكي السنة عن امرأة وجدت كلبا كاد أن يقتله العطش فسقته فغفر الله لها ألم تحكي السنة عن رجل نحى وأزال شجرة من طريق الناس حتى لا تؤذيهم فأدخله الله الجنة كما في حديث الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت رجلا يتقلب في الجنة لأنه أزاح شجرة عن طريق الناس حتى لا تؤذيهم هذه هي السنة وهذا هو فعل الخير وأعظم الخير إعانة الضعيف فإذا وجد الإنسان ضعيفا عليه أن يعينه وإذا وجد الإنسان مكروبا عليه أن يفرج عنه السيدة أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها كانت زوجة للزبير بن العوام تقول كنت أخدم فرس الزبير لعلمها بأن الزبير يحب فرسه ويحب لفرسه أن يخدم فتقول كنت أجمع النوى لفرس الزبير والزبير يعلم أن هذا ليس واجبا عليها وإنما تقوم السيدة أسماء بفعل ذلك تفضلا ومحبة وإعانة لزوجها على أمور حياته رضي الله عن سيدنا أبي بكر الصديق يقول سيدنا عمر بعدما تولى أبو بكر الخلافة راقبته يغيب بعض الأوقات من وقت لآخر ويصعد إلى مكان ويدخل بيتا كما تذكر كتب السيرة بيتا حقيرا أي بسيطا وكأنه لفكراء يقول وظللت حتى خرج ثم دخلت بعدما استأذن قال فوجدت امرأة عجوز عمياء وحولها صبية صغار فقلت ماذا كان يفعل هذا الرجل عندكم قالت هذا الرجل يأتينا من وقت لآخر يكنس لنا بيتنا ويجهز لنا طعامنا وذكرت مما يقوم به هذا الرجل هل تعرفيه يا امرأة؟ قالت لا اعرفه اعانة الضعيف ايتها المرأة ان استطعت ان تعين الضعفاء فاعينيهم ان استطعت ان تقضي حاجة اهل بيت زوجك فقومي بها حزبة لله تبارك وتعالى وليعلم الازواج ان هذا تفضل وان هذا ابتغاء وجه الله وانه ليس بواجب ولا ينبغي ان نجعل ذلك مثارا للمشاكل في بيوتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته